شابتر 2 بيتكلم عن ايه؟ بيتكلم عن حاجة اسمها audit of the sales cycle طيب احنا محتاجين نفهم مع بعض مبدئيا كده العنوان بتاع الشابتر ده عشان نفهم العنوان بتاع الشابتر ده هنقسمه عايزين نفهم يعني ايه اصلا sales cycle sales cycle دي يا شباب بنسميها بالعربي دورة المبيعات يعني ايه دورة المبيعات sales cycle دي معناها ايه؟ معناها ايه هي الخطوات اللي بتمشي عليها الشركة عشان تبيع لك المنتج بتاعها انا عايز ابيع لك المنتج ده البرودكت ده طب ايه الخطوات اللي انا امشي عليها عشان ابيع لك البرودكت ده يبقى ده اللي بنسميه sales cycle يبقى يا ريت تكتب معايا كده sales cycle هي الخطوات اللي بتمشي عليها الشركة عشان تبيع المنتج بتاعها طيب ده لازمته ايه في المراجعة ده دليل لازمة كبيرة اوي ده مهم جدا ايه مهمتك هنا كمراجعة الاودت ان انت تراجع الراجع علي ايه المراجع ده يا جماعة من اهم الحاجات اللي هو بيراجع عليها السيلز بتاعت الشركة مبيعات الشركة طيب ايه اللي احنا هندلسه في الشابتر ده في الشابتر ده انا هكلمك كأنك انت مراجع وبقولك يا مراجع انت من اهم الحاجات اللي انت بتراجع عليها مبيعات الشركة فانا هعرفك يا مراجع الخطوات اللي بتمشي عليها الشركة عشان تبيع البرودكت بتاعها ده اللي بنسميه السيلز سايكل عشان تعرف اصلا ازاي تروح تراجع على السيلز سايكل ما هو انا لو مش عارف الشركة بتبيع ازاي مش هعرف اراجع على الشركة او مش هعرف اراجع على مبيعات الشركة عشان كده بنعرفك الخطوات اللي بتمشي عليها الشركة عشان تبيع البرودكت بتاعتها عشان تعرف تراجع على الخطوات دي عشان تعرف تراجع على السيد تعال نبدأ مع بعض نفهم ازاي الشركة بتبيع طيب اول حاجة هنيجي نتكلم عليها introduction بسيطة كده الintroduction البسيطة دي هتفهمنا الاقسام اللي جوه الشركة اللي مسؤولة عن عملية السيلز المسؤولة عن المبيعات عندنا اربع اقسام هم اللي بيشاركوا في عملية بيع المنتجات بتاعت الشركة عندنا كان قسم اربعة اول قسم اسمه السيلز دبورتمنت طيب احنا هنشوف بقى السيلز دبورتمنت ده اللي هو قسم المبيعات مسؤوليته ايه في الشركة بيعمل ايه في الشركة موجود ايه في الشركة انا هقول لك قسم المبيعات ده يا جماعة هو اللي مسؤول ان هو يقابل العميل بتاع شركتنا ويستقبل منه الطلبات اللي هو عايزها من شركتنا هو العميل ده عايز يشتري مننا قد ايه عايز يشتري مننا بضاعة شكلها ايه مواصفاتها ايه وكل الكلام ده يبقى السيلز ديبارتمنت هو المسؤول عن ان هو يهندل او يتعامل مع الكاستمر اودر مع الطلب بتاع العميل بتاعنا طيب عندنا ديبارتمنت تاني ديبارتمنت ده بيشارك في حاجة مهم اسمه ايه الاول اسمه كريدت ديبارتمنت الكريدت ديبارتمنت ده شباب بيعمل مهمة مهمة جدا في الزبط ايه المهمة اللي هو بيعملها ركز معي الشركات اغلبها لما بتجي تبيع البضاعة بتباعها على الحساب وانت طبعا عارف يعني ان الشركة ببيع لك البضاعة خلاص وما تاخدش منك كاش دلوقتي انا اعرف منين كشركة اننا لما اجي بيع لك البضاعة دي انت هتاخد البضاعة دي وترجع لي فلوسها بعدين ما انت ممكن تاخد البضاعة دي وما ترجع ليش فلوسها صح ولا غلط اه اللي بيشوف الشخص اللي احنا هنبيع له هيرجع الفلوس اللي عليه ولا لأ ديبارتمنت اسمه كريدت ديبارتمنت الكريدت ديبارتمنت ده بيشوف هل انت شخص عندك القدرة الاقتمانية يعني معاك فلوس تسدد ديون اللي عليك ولا لأ ده اللي بنسميه ايه كريدت ديبارتمنت يبقى الكريدت ديبارتمنت ده مهم جدا على فكرة في شركات بتقفل بسبب ان الكريدت ديبارتمنت ده السيلز الشابينج ديبارتمنت الشابينج ديبارتمنت ده من اسمه هو مسؤول عن عملية الشابينج او شحن البضاعة من الشركة للعميل بتاعنا طبعا واخر ديبارتمنت اللي مسؤول برضو عن عملية السيلز الاكاونتن المحاسبة اكيد قسم المحاسبة ده مسؤول عن عملية بقى تسجيل البضاعة يشوف احنا البضاعة اللي عندنا نقصة بقى دي يشوف احنا دينا عند الناس كام وهكذا خلاص يبديل ديبورتمنتس اللي مسؤولة عن عملية السيلز طيب وعمل لك رسمة بسيطة كده بتوضح السايكل اللي احنا بيتكلم عليها ان احنا بيجينا أوردر من العميل الأوردر ده مين اللي بياخده السيلز ديبورتمنت بعد كده ييجي قسمة تانية اسمه كريدد ديبورتمنت يشوف الكاستمر ده عنده القدرة ان هو يسدد اللي عليه ولا لأ طيب ولو وفقنا نبعث له البضاعة وبعد كده ييجي دور المحاسب بتاعنا او قسم المحاسب طيب بعد كده تعال نشوف احنا هنتكلم عليه هنتكلم عن حاجة مهمة قوي هو احنا اصلا ليه بنروح نراجع على الخطوات دي كلها ليه المراجع بيجي يعمل auditing على السيلز سايكل هقولك المراجع بيجي يعمل auditing على السيلز سايكل عشان يتأكد ان السيلز كانت فيرلي بريزينتد ولا لأ يعني ايه فيرلي بريزينتد اهم حاجة في الشركة ايه المبيعات في شركة كتب ان مبيعاتها 100 مليون جنيه خلي بالك ان الرقم ده لو طلع غلط النت انكم او طلع مش غلط طلع متزور النت انكم برضو هطلع في تلاع وفي تزوير فعشان كده انا كمراجع من اهم الحاجات اللي انا بعملها كمراجع ان انا اروح اراجع على السيلز بتاعت الشركة انا برجع على السيلز ليه عشان اتأكد ان الرقم ده كان صحة ولا غلط لما بقول الرقم ده صحة ولا غلط بنسميه فيرلي بريزينتد يعني كان صح ولا غلط فيه تزوير ولا خلاص يبقى اول حاجة عايزين نعرفها المراجع بيروح يراجع عليه على السيلز سايكل عشان يقرر او يقيم evaluate whether the account balances البالانسز اللي هو يرايح يراجع عليها اللي هي الارقام دي خلاص بنسميها balance are affected by the cycle are fairly presented هيتعاملت بطريقة صحيحة زي ما المعير المحاسبية بتقول ولا خلاص طيب وبيقول لك خلي بالك المراجع ان الحسابات او نوع المبيعات بيختلف من شركة للتانية من صناعة للتانية من مجل التاني يعني ايه لو انت مراجع رايح تراجع على شركة مارسيديس الطبيعي ان انت لما تلاقي شركة مارسيديس دي هتلاقي مبيعاتها جاية منين من العربيات او من السايرات صح لكن لو انا رحت رجعت على شركة جوهينة هلاقي شركة جوهينة دي المبيعات بتاعتها او ريفينز بتاعتها جاية من ايه من بيع ايه المنتجات الغازائية فعشان كده بيقول لك خلي بالك يا مراجع ان طبيعة الحسابات بتبقى مختلفة may vary يعني بتختلف بتختلف من ايه بتختلف من صناعة للتانية من industrial للتاني من مجال للتاني لو رحت رجعت على شركة جوهينة هلاقي ان المبيعات جاية من المنتجات الغازائية لكن لو رحت رجعت على مارسيديس هلاقيها جاية من بيع العربيات خلاص قالك هي accounts بتبقى مختلفة بس concept ثابت يعني ايه concept ثابت الطريقة اللي انت هتراجع بيها سواء على ده او ده او ده او اي شركة تانية ثابتة عشان كده بيقولك ايه هو فيه اختلافات في طبيعة and account titles الاسماء بتاعت الحسابات بتختلف لو انت رايح تراجع على شركة بتقدم خدمات او شركة شغالة في مجال التجزئة او شركة شغالة في مجال التأمين بس خلي بالك but the key concepts الاساس remain the same الاساس واحد يعني الطريقة اللي انت هتراجع بيها يا واحدة هي بس اختلاف مسميات خلاص طيب يبقى احنا عرفنا ليه المراجع هيراجع على sales تعال بقى نخش في النقطة اللي بعديها في النقطة اللي بعديها هو المراجع لما هيروح يراجع على sales cycle هو هيراجع على المبيعات بس اللي هو على sales revenue لا خلي بالك من حاجة ان السيلز ده بيجي يقصر على كذا حاجة كمان المراجع لما يروح بيروح يراجع على sales هيراجع على خمس حسابات اول حساب هو sales اللي هو sales revenue طيب sales revenue ده بيقصر على حاجة اسمها الكاش بيقصر برضو على حاجة اسمها sales return and allowance ايه هو sales return and allowance انا رحت باعتلك بضاعة البضاعة دي تدعت بايزة فانت هتروح ترجع علي يبقى انا بالنسبة لي باعتلك بضاعة ورجعتلي دي بنسميها sales return and allowance برضو فيه اكاونت المراجع لازم يراجع عليه اسمه ايه uncollectible accounts الuncollectible accounts دي اللي احنا كنا بنسميها ADA فاكرين الADA اللي هي اختصار لحاجة اسمها allowance for doubtful accounts اللي هي الديون اللي مشكوك في تحصلها انا سلفتك 10.000 جنيه ال 10.000 جنيه دي انا شاكك ان انا ممكن محصلش منهم الفين الفلوس اللي انا ببقى شاكك ممكن رحصلها ممكن لا بنسميها ADA طيب وبروح برضو اراجع على حاجة اسمها bad debt expense ايه هو bad debt expense الديون المعدونة انا سلفتك 10.000 جنيه وال10.000 جنيه دول انت خدتهم وصفرت برا مصر انا مش عارف اخد منك الفلوس دي يبقى انا اتأكدت ان الفلوس دي رحت علي انت سفرت خلاص هربت يبقى الفلوس دي انا اتأكدت مليون في المية ان انا مش هحصلها فبروح الغيها من عندي اصلا دي بنسميها bad debt expense ديون معدومة خلاص مش هحصلها تاني الفرما بين دا وده دي كنت شاكك ان انا ممكن احصلها وممكن لا لكن دي اتأكدت ان انا مش هحصلها خلاص طيب يبقى دي الخمس حسابات اللي انت هتروح تراجع عليها وانت بتراجع على المبيعات بتاعت الشركة طيب وفي حاجة بقى مهمة عايزك تباخد بلك منها الرسمة دي الرسمة دي هو بس انا حاططها لك عشان تفهم حاجة واحدة ان كل حساب بيأثر على التاني ايه كل حساب بيأثر على التاني ازاي لو انا جيت بيأتلك بضاعة عندي ده بنسميه سيلز فاكرين التى اكاونت مكوناتها ايه على الشمال دابت على اليمين كريدت لو انا رحت بيأتلك بضاعة بانتين الف البضاعة دي اسمها سيلز ريفنيو السيلز ريفنيو دايما بيجي فين في الكريدت انا بيأتلك بضاعة بانتين الف قلتلك انا هاخد منك خمسين الف والباقي ان اكاونت انا اخدت منك خمسين الف يبقى ايه اللي حصل اه في حساب تاني تأثر بسبب عملية البيع اللي هو ايه ترى الكاش انا حصلت منك خمسين يبقى الخمسين دول زودت الكاش بتاعي الكاش بيزيد دبت والباقي قلتلك على الحساب يبقى ايه اللي تأثر الريسيفبل يبقى الريسيفبل هنا برضو زادت بمية وخمسين اللي هو الباقي من المتين طيب حلو افرد ان انا باعتلك بضاعة والبضاعة دي كانت بايزة فرجعتلي جزء منها رجعتلي جزء من البضاعة دي بنسميها سيلز ريتورن اندالاونس رجعتلي مثلا جزء كان بعشرين طيب في جزء من الريسيفبل انا شاكك ان انا ممكن ما حصلوش الجزء اللي انا شاكك ممكن احصلوه ممكن لقى بنسميه ADA ADA كانت كونترا اسيت يعني طبعتها كريدت الجزء اللي انا شاكك ممكن ما حصلوش خمس تلاف طيب انت عايز تقول ايه انا عايز اقولك ان كل اكاونت من دول بيأثر على التاني السيلز اثر على الكاش اثر على الريسيفبل اثر على الريسيفبل كل الكلام ده بيأثروا على بعض عشان كده انا كمراجع لازم ابقى فاهم ايه بيأثر على ايه عشان اعرف اراجع عليهم كويس فعشان كده اقولتلك ان كل حساب بيأثر على التاني السيلز يأثر على الكاش يأثر على الريسيفبل يأثر على بقية الحاجات طيب بص بقى سيدي احنا هنعمل ايه احنا هنيجي كمراجعين نتعلم الخطوات اللي بتعملها الشركة عشان تبيع اي برودكت عندها ده هنتعلم الخطوات بالتفصيل الممل وهنعرف في كل خطوة لو الشركة بتيجي تعمل ورقة كده ورقة كده نعرف اسم الورقة دي ايه وشكلها ايه عشان نعرف نراجع عليها كويس خلاص يبقى احنا دلوقتي كمراجعين هنتعلم كل خطوة بتعملها الشركة عشان تبيع البرودكت بتاعتها وهنتعلم في كل خطوة هل الشركة بتيجي تعمل ورقة في الخطوة دي ولا لا تعال نشوف بقى مع بعض دلوقتي هنيجي نتكلم عن الـ business functions related to sales and sales return allowance يعنيه business functions اكتب لي كده الخطوات اللي بتعملها الشركة عشان تبيع المنتج بتاعها هلص يلا احنا هنيجي نخش دلوقتي الشركة كم وراجعين نتعلم الشركة ازاي بتبيع اول خطوة بتيجي تعملها الشركة عشان تبيع ان يكون في عميل طالب حاجة من ان الشركة اصلا دي اول حاجة اول حاجة الشركة انا دلوقتي كشركة الشركة بيجي لها الشركة بيجي لها عميل يطلب يشتري حاجة فده بنسميه طلب شراء يبقى اول خطوة في عملية البيع ان في حد يطلب يشتري خلاص احنا في زبون جنة الشركة هيشتري دي اول خطوة ان احنا ناخد الطلب بتاعه ركز كده معي ونقرأ التفاصيل فقال لك هنا ايه البروستسينج بيجانز وز ريسيفينج برشي سوردر انا عشان بيع لازم يبقى في حد اصلا طالب يشتري خلي بالك بقى من كلمة سيلز اوردر ده ايه هو السيلز اوردر حضرتك لما تيجي تخش مثلا تاكل في اي مطعم الراجل يجي لك الويتر يجي يقولك يا فندم شرفتنا تحب تاكل ايه فييجي يطلع ورقة اللي هو الراجل اللي شغال في الشركة والشغال في المطعم يقولك طلباتك ايه تقوله والله انا عايز اتنين مش عارف بيتزا وعايز واحد مش عارف ساندويتش ايه وهكذا فانت الراجل بيجي يكتب ورقة الوردر الورقة اللي عملها دي بنسميها ايه كاستمر سيلز اوردر هو الكاستمر بتاعنا طالب مننا نبيع له ايه ده بنسميه كاستمر سيلز اوردر احنا هنتعلم مع بعض الورقة اللي بتعملها الشركة اللي اسمها السيلز اوردر دي بتتعمل ازاي بس خلي بالك قبل ما نيجي نشوف شكل الورقة دي احنا هنيجي نشوف هو الشركة بتاخد الوردر من العميل ازاي ايه الوسائل اللي احنا بناخد الوردر من خلالها بتاع العميل اول حاجة انت راجل جعان ممكن تروح للمطعم بنفسك فبتقابل الموظف على الكاونتر اللي هو الكاونتر اللي هو بيوافع عليه الموظف بتاع الشركة الموظف بتاع المطعم فيقول لها مساء الخير حب تطلب ايه يبقى الراجل هنا خد الوردر من خلال ان انت اللي جيت له وقفت على الكاونتر وخد منك الطلب دي اول وسيلة اخد الطلب بتاع العميل من خلالها تاني وسيلة تتصل به بالتريفون خدمة العميل تالت وسيلة تبعات لي ايميل صح والغلط يبقى دي الوسائل اللي احنا بنخلالها بناخد طلبات العميل بتاعنا اول وسيلة من خلال الموظف اللي واقف في شركتنا على الكاونتر دي اول حاجة او من خلال يعني ايه ان احنا نتصل بيك يعني مثلا تلاقي مثلا تبقى احيان معك في جيبك اتنين جنيه وفي واحد يتصل بيك يقولك احنا شركة مش عارف ايه للعقارات تحب تشتري شقة مننا بعشرين مليون جنيه على قصة تمانية تمان سنين كل سنة تدفع مش عارف كم تبقى معك اتنين جنيه اصلا خلاص يبقى احنا خدنا هنا الوردر للتليفون طيب او من خلال من خدمة العملة برضو التليفون او خدمة العملة دي واتقفر بقى شكل هاي طيب او من خلال الكمبيوتر اكتب لي بقى يعني من خلال الايميل خلاص وبعد كده اقل لك ايه زي السيلز او الدبعتمنت اافا.. فاكرين قلتلك temas ان اللي المسؤول ان هو ياخد الطلب بتاع العميل دبعتمنت اسمه للتأكاونتي لا السيلز دبعتمنت السيلز دبعتمنت هو اللي مسؤول ان هو ياخد الطلب بتاع العمل خلاص طيب بيقولك احنا بناخد الطلب من العميل وبنيجي نكتب كل التفاصيل اللي عنده اسمه ايه سنه ايه اسنه كل الكلام ده وبنيجي نحفظها على الكمبيوتر computer file خلاص and each transaction is individually organized وبنسجل بقى كل الترانزاكشن حصلت ما بيننا و بين العميل ده في فايل واحده طيب أعيلك ان الفايل ده سعب نسميه تاني اللي احنا بنعمله عالكمبيوتر عشان نسجل فيه transactions اللي حصلت ما بيني و بين العميل سعب نسميه log of transaction دي مسميات بس خلاص log of transaction بيحتوي عن كل التفاصيل اللي ما بيني و بين العميل ماشي؟ طيب في الخطوة دي انا بشرح الشابتر ده بطريقة linkedin مرتبطة ببعط في الطريقة دي الشركة بتيجي تعمل document وثيقة احنا عايزين نعرف الورقة اللي بتعملها الشركة في الخطوة دي شكلها ايه هو انا ليه كمراجعة هتعلم شكل الورقة ايه عشان نعرف اراجع عليها لو انا مش عارف الورقة دي بتتعمل ازاي او شكلها ايه مش عارف اراجع عليها خلاص ففي ورقة الشركة بتيجي تعملها انا بس انا المراجع مش بيجي اعملها هو بيتعلم بتتعمل ازاي عشان يعرف يراجع عليها كل الخطوات دي هي اللي بيعملها الشركة بس انا بتعلمها ليه كان مراجع عشان عارف اراجع عليها خلاص في ورقة اسمها سيلز اوردر احنا عايزين نتعلم السيلز اوردر دي بتتعمل ازاي تعال نشوف كده مع بعض بس ازاي ادي بياخد الطلب بتاعه من التليفون للاستميل لك مشوية او الايميل او اي حاجة تانية بمعنى تانية ان الورقة دي هي ورقة بيبقى فيها ورقة بيبقى فيها ورقة ورقة يبقى خلي بلد كده الورقة دي بتحتوي على كم حاجة ثلاث حاجات الوصف والكمية واي معلومات اخرى ازاي اديني مثال حضر انا رايح اكل في مطعم بيتزا فجال الويتر قال لي حضرتك عايز تاكل ايه قلت له انا عايز اكل بيتزا سوسيس خلاص قال لي حلو عايز تاكل كام بيتزا قلت له احنا اتنين فهناخد كل واحد واحدة يعني احنا عايزين كمية دي تو قلت له قبل ما تمشي بعد اذنك انا عايزها من غير فلفل طيب انا قلت له كام معلومة ثلاثة نوع المنتج ده اللي بنسميه اللي هو بيتزا سوسيس الكمية قلت له اتنين وقلت له معلومة ضافية ما بحبش لشطة ما تحط ليش ده بنسميها كل الكلام ده هو بيجي يكتبه وراك في السيلز اوردر او بيرشس اوردر طيب بعد كده بنيجي ناخد الورقة دي نبعتها للدوبارتمنت اللي بعديها فاكريني الدوبارتمنت اللي بعديها اللي هو الكريدت بس قبل ما نشوف الكريدت ابروفل او الكريدت دوبارتمنت تعال نشوف شكل السيلز اوردر ادي شكل السيلز اوردر تعال بقى نخش على الخطوة التانية الخطوة التانية الراجل خد مني الاوردر انا الشركة وفي عميل طالب مني يشتري بضاعة بمتين مليون جنيه او بميت مليون جنيه انا روح اشوف الاول انا عندي في المخازن بضاعة تكفي ابيع له ابيع للراجل ده ولا لا ما هممكن يكون عندي في المخازن بضاعة ما تكفيش ان انا ابيع للراجل ده صح والغلاط يبقى تاني خطوة في عملية البيع اتشك الانفنتوري ستيتس اشوف انا عندي بضاعة تكفي ولا لا وغالبا اللي بيقوم بالخطوة دي مش انسان السيستم بتاع الشرك حضرتك اصلا لما تيجي تخش مثلا على اي موقع زي جوميا زي امازون زي نون الويب سايت نفسه اي برودكت حضرتك بتبقى عايز تشتريه هتخش عليه انا دخلت على البرودكت اهو ده البرودكت اللي عايز تشتريه لو حضرتك بصيت كده تحت البرودكت او تحت صورة المنتج بيحط لك حاجة اسمها الكوانتيتي الكمية اللي موجودة عند الشركة هي يقولك والله احنا عندنا عشر كطع خلاص طيب وبيقولك حاجة تحتيها تحت الكوانتيتي يقولك الستميتد ديليفري طيب انت لو طلبت لو طلبت الاوردر ده هيوصل لك من خلال 3 ل 5 ايام عمل هو مين اللي بيعمل لك الكلام ده هو فيه انسان قاعد بيدخل لك الحاجات دي لا ده اوتوماتيكلي اللي بيحسبها السيستم بتاع الشركة يبقى السيستم بتاع الشركة هو اللي بيطلع لك احنا موجود عندنا قد ايه والدليفري تايم البضاعة دي هتوصل لك خلال كم يون طيب تعالوا رحية دي ايلك ميني فرمز زي الشركات اللي هي امازون نون وهكذا عندها الكمبيوتر سيستم الكمبيوتر سيستم ده هو اللي بيقول لكاستمر هو اللي بيتل لكاستمر about the current inventory status هو اللي بيقول لالعميل احنا عندنا بضاعة بقد ايه اللي هي الكونتيتي وكمان بيقول لهم الـ expected delivery date طيب قال لك the consumer is notified of any potential back ordered products as well as estimated delivery date قال لك احنا وانس بس حضرتك بديجي تخش على الويب سايت بنقول لك the estimated delivery date and back ordered products الback ordered products اللي هي سعب بص الback ordered دي هي المنتجات اللي انت ممكن ترجع تشتريها مرة تانية back ordered هترجع تشتريها تانية خلاص طيب دي مش مهمة قوي اللي مهمة بقى الخطوة اللي بعدي جلنا طلب من العميل شفنا عندنا بضاعة تكفي ان احنا نبيع له ولا الخطوة التالتة الخطوة التالتة نشوف العميل ده عنده القدرة ان هو لما نبيع له البضاعة بمية مليون جنيه هو عنده القدرة يسدد المية مليون جنيه ولا هياخد البضاعة دي ويدحك علينا ويهرب وفلوسنا راحت علينا الخطوة دي بنسميها ايه بنسميها obtaining credit approving احنا يعني ايه credit approving احنا هنوافق نديل وضاعة on account ولا هنرفض لو وفقنا بنسميها credit approval خاص وقلت لك اللي بيعمل لخطوة دي department مهمة قوي في الشركة اسمه credit department اسمه credit department طيب ال credit department ده خلي بالك بقى بيقولك اللي بيحصل او اللي بيوافق على ال credit هو ايه قالك بيفور قبل ما نبعت للعميل بتاعنا البضاعة properly authorized person خلي بالك من كلمة properly authorized person لازم شخص مسؤول في الشركة هو اللي يشوف لما ندي الراجل ده البضاعة هيعرف يرجع فروسها ولا خلاص يبقى لده لازم يكون شخص مسؤول في درجة مثلا مدير ماينفعش واحد لسه متعين في الشركة اقول له شوف لنا والنبي الراجل ده ما يدرش لازم يكون شخص مسؤول فاهم وعي عنده القدرة خلاص هو اللي لازم ي approve على credit to the customer for sale on account طيب قالك خلي بالك لما يكون في excessive يعني لما يكون في bad debts كتير and accounts receivable that may be uncollectable ده بيكون ناتج عن credit board أو board credit approval methods بيقول لك لو انت كشركة عندك bad debts ديون معدومة يعني انت سلفت حد والفلوس دي ما عرفت اشتاخدها يبقى اكيد المشكلة في credit department اكيد الراجل اللي ماسكه ده حمار ما بيفهمش حيب اكيد هو بيستخدم message قديمة يقيم هو بيستخدم message قديمة في تقييم هل العميل ده هيقدر يدفع الفلوس دي بعدين ولا خلاص طيب قالك in some companies the computer automatically approves credit ساعات وده دلوقتي موجود الكمبيوتر هو اللي بيشوف العميل عنده القدرة ان هو يدفع الفلوس دي بعدين ولا وده من خلال ايه من خلال معاملاتنا السابقة مع العميل بتاعنا لو العميل بتاعنا ده لما بيجي اخد البضاعة بيرجع الفلوس في معادها والراجل ده ما بيتعصرش ولا اي حاجة خلاص الكمبيوتر automatically بيشوف ال previous transactions ويوافق على كده طب لو العميل بتاعنا ده بيتأخر ما بيتفعش الكمبيوتر هيرفض خلاص طيب ايلك برضو هنا في حاجة مهمة حاجة اسمها segregation of duties كلمة segregation of duties ساعد بنسميها separation of tasks ترجمها لي بمعنى ايه فصل المهام فصل المهام يعني فصل المهام تعال نتكلم عليها كده بالروح يا جماعة من اهم الحاجات من اهم الحاجات اللي في الدنيا ان انت تيجي تعمل حاجة اسمها segregation of duties فاكن لما جيت قلتلك احنا عندنا كام department مسؤول على عملية sales 4 sales department credit department بعد كده عندنا حاجة اسمها shipping department بعد كده عندنا حاجة اسمها accounting department شايف احنا في عملية sales عملنا كام department مسؤول عنها 4 ده بنسميه فصل في المهام ماينفعش الراجل اللي مسؤول عن البيع هو هو الراجل المسؤول يشوف الشخص ده عنده القدرة يدفع ولا لا ماينفعش يكون هو هو الشخص اللي هينقل البضاعة ماينفعش هو هو الشخص يكون المحاسب بتاع الشرك لو هو كل ده شخص واحد تأكد مليون في المية ان الشركة دي هتتسرق لازم نفصل ما بين مهام كل شخص في الشركة كل department في الشركة كل department لازم يكون مسؤول عن مهامه وما لوجه دعوة بده دعوة 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 بنسميه segregation of data actually segregation of data احنا بنيجي نعملها عشان نحقق حاجة اسمها internal في credit approving احنا بنيجي نعمل ورقة تعالي اعرف الورقة اللي احنا بنيجي نعمل ها شكلها اي ترى documents used here بنيجي نعمل ورقة اسمها credit approval form ايه credit approval form خلي بالا credit approval form هي عبارة عن ورقة لما نلاقي الشخص ده جاي يشتري مننا بضاعة on account بنيجي نعمل الورقة دي طيب تعالي نروح الورقة دي بتتكون من ايه قال لك الورقة دي should be used to establish the client's credit limit استنى بقى يعني client's credit limit كلمة credit limit دي ترجمها بمعنى الحد الاقتماني حد الاقتمان يعني الحد الاقتمان بص اي بنك بيجي يعمل الحرقة دي انا راجل بقبط 3000 جنيه في الشهر وعايز اروح اخد قرد من البنك فالبنك يجي يقول لك بص انا اقصى مبلغ من القرد ممكن ادهولك 20 الف جنيه ده عشان مرتبة 3000 3000 جنيه هي نسبة وتناسب لكن لو جهل البنك واحد بيقبط 50 الف جنيه هيددله في الشهر 20 الف جنيه والله اكتر اه اكتر بكتير بقى يديله مليون جنيه ولا حاج هلس ده اللي بنسميه حد الاعتمان انت اقصى بضاعة ممكن تاخدها على الحساب تمانها 200 الف اكتر من 200 الف مش هديلك بضاعة on account لو عايش تشتري مني بضاعة باكتر ادفع فلوس كاش يبقى ده الحد الاعتمان بعد 200 حضرتك عايش تشتري ادفع كاش انا مش واسق ان انت تقدر تاخد رقم اكتر من الرقم ده ده بيبقى موجود في credit approval form طيب قال لك credit approval form هو بنحط فيها credit limit if the customer intends to purchase an additional items in the future عشان لما يجي يشتري مننا بعد كده نعرف الرجل ده اخر وكام خلاص طيب قال لك approval form serve as a source paper that authorize the amount in information system قال لك ان ال paper دي بتطلع من السystem بتاع ولما بنصدرها ده معناها ان احنا وافقنا على الرجل ده نديره البضاعة on account طيب الخطوة اللي بعد كده احنا جلنا تعال راجع كده اول خطوة جلنا ايه جلنا order بعد كده شفنا عندنا بضاعة تكفي ولا بعد كده هنشوف الراجل ده عنده القدرة ان هو يسدد ولا بعد كده هنيجي نعمله ايه نبعت له البضاعة احنا وافقنا هنديك البضاعة لـ 100 مليون جنيه هنيجي نعملك شبنج and livery of goods هنيجي نبعت البضاعة لحد عندك او على حسب اللي اتفاها طيب تعال بقى نشوف الحتة دي بتتكلم عن ايه ايه اغلب المنتجات اللي الشركة بتباعتها or deliver to clients بنبعتها للعمل بتاعتنا احنا اللي بنقوم بعملية التوصيل لا في شركات شحن الشركات الشحن دي بنسميها common carriers carrier اللي هو شركات الشحن خلاص يبقى اكتب لي عند carriers اللي هو ايه شركات الشحن الكوريير ده such as independent tracking lines or railways or air freight businesses دي شركات بتوصل البضاعة الشركات دي نركز بقى معايا في الرسمة اللي انا هعمل هلك الشركات دي تشتغل ازاي شركات الشحن ايه بص شركتي انا عايز اتبعت للعميل بتاعنا اللي هو العميل هاو البضاعة فبيجي في النص هنا شركة شحن انت لما بتيجي تطلب اي حاجة اونلاين الشركة اللي انت بتشتري منها بتتعاقب مع شركة شحن شركة شحن هي اللي بتوصل لك البضاعة دي نفس الفكرة خلي خلي بالك شركة الشحن دي ممكن تبعت لك البضاعة بموتسكل ممكن تبعت لك البضاعة من خلال البحر ممكن تبعت لك البضاعة من خلال الطيران خلاص ده بنسميه بايل ويز او اير فاي اصخالي بالك في مثلا مصر لما بتيجي تستورد الاجهزة الكهربائية دي اجهزة كهربائية بناخدها عن طريق الارض لأ برضو الجو غالبا لأ عن طريق البحر خلاص على حسب وسيلة اللي احنا نتفق عليها فالمهم بيقولك ايه ركز كده انا شركة عايز تبيع او عايز ابعت للعميل بتاعي البضاعة فبتعاقد مع شركة شحر فبتصل بشركة شحر ولا هتعالي في بضاعة عايزين لبعتها للعميل بتاعنا انا كشركة بدي لشركة الشحر البضاعة دي البضاعة دي تسوى مثلا 100 مليون خليها لا 100 مليون كتير عشرة مليون هديها البضاعة على عشرة مليون قولها بصي يا شركة يا شحر قدي البضاعة لما اجي انا كشركة قدي البضاعة لشركة الشحر لازم نثبت ان احنا ادينا البضاعة دي للشركة اللي هتشحن البضاعة لما الشركة تيدي تدي البضاعة لشركة الشحن عشان توصلها العميل اللي اتنين دول بيجي يعمل ورقة اسمها بل اوف ليدنج يعني ايه بل الشحن دي مين اللي بيعملها الشركة مع شركة الشحن بوليسة الشحن دي هي عبارة عن ايه هنيجي نشوف بعد كده يبقى اهم حاجة بس عايزك تعرف ان الشركة والعميل الشركة والشركة اللي هتشحن البضاعة شركة الشحن فايلك هنا الشركة هي عبارة عن that outline the packages that will be delivered يعني احنا بنيجي نكتب في الورقة دي او انت هتوصل بضاعة 8 هكام او هتوصل كمية قد ايه خلاص طيب to the customer by common career and the shipping conditions and the delivery address بنيجي نكتب برضو لشركة الشحن العنوان اللي هيبعتها عليها البضاعة خلاص طيب بعد كده برضو بنيجي نعمل ورقة تانية الورقة التانية دي يا جماعة اسمها ايه بقى baking slab او سعب نسميها items statement ال items statement دي الشركة بتيجي تعملها عشان العميل بتاعها الشركة بتيجي تعمل العميل بتاعها بتيجي تلزق ورقة لو حد بيشتري فيكو اي حاجة اونلاين اكيد بيشوف المواقف ده بيجي لك على order بتاعك ورقة ملزوقة عليه الورقة دي لو قارتها بمكتوب اسم العميل اللي هو اسمك العنوان بتاعك خلاص رقمك البضوع اللي جوه كميتها ايه بكم وكل التفاصيل دي بنسميها items statement الشركة بتيجي تعملها عشان شركة الشحن ولا عشانك انت عميل عشانك انت عميل طيب احنا هنا is a document that outlines the items بنحط فيها العناصر اللي احنا بنبعتها لك خلاص طيب documents used here احنا هنا عملنا بوليسة شحن اللي بروسة الشحن دي مهم تعالوا نتكلم عن بوليسة الشحن دي شوية البال أوف ليدنج قلتلك هو تعاقب ما بين مين ومين الشركة والعميل لا هو written contract between the carrier اللي هو شركة الشح الشركة الشح and the seller seller اللي هو الشركة بتاعتنا اللي هو البياعة خلاص طيب الاجزابيل off-lading is often transmitted electronically once goods have been shipped and automatically generates the related sales invoice يعني بيقول لك اللي بيعمل الورقة دي غالبا الكمبيوتر system بتاعنا system بتاع computer والورقة دي بناءة عليها بنيجي نطلع الفاتورة يبقى خلي بالك sales invoice بتتعامل بناءة على bill of lady غالبا نهاء طيب احنا كده عملنا جلنا طلب من العميل شفنا عندنا بضاعة كافية ولا لا شفنا الراجل ده هيقدر يدفع ولا لا بعتنانه البضاعة يا ترى ايه الخطوة اللي بعدها اه الخطوة اللي بعدها الراجل استلم البضاعة لما استلم البضاعة لقى في جزء منها boys هيجي للتسل بي اقول لي ايه ده انت بتبقى البضاعة بايزة ولا ايه قول لي عم بنراح البضاعة اللي انا بعتها لك وكانت بايزة رجعها لي ايه البضاعة اللي انا بعتها لك بايزة رجعها لي دي بنسميها ايه processing and recording sales return amounts بضاعة بعتها وهترجع لي تاني طيب تعال نشوف يا ترى الخطوة دي الشركة التي تيجي تعمل فيها ايه اول حاجة بيقول لك ايه when a client لما يكون العميل بتاع الشركة بتاعتنا is unsatisfied غير راضي غير راضي عن ال items اللي وصلتله the vendor the vendor will usually accept the goods back or reduce the prices خلي بالك مين الفندر ده اللي هو السيلر اللي هو الشركة نحن البيع البيع لما ييجي يعرف ان البضاعة اللي هو بيعها لك انت مش راضي عنها او البضاعة دي بايزة هيقول لك خلاص رجعها لي او فيه option تاني يقول لك ايه رايك تب تاخدها مني وهقللك في سعرها يبا ده two options اللي هو المتوحين قصادي الفندر ممكن يقول لك رجع لي البضاعة او يقول لك انا هقللك في سعرها طيب for returned products لما البضاعة تيجي ترجع لشركتنا الفيرم الشركة بتعمل بتجينيرات receiving report يعني اول لما البضاعة اللي بيعناها رجعت لنا تاني لازم نعمل تقرير ان البضاعة دي رجعت لنا and places them in storage وبنيجي نخزن البضاعة اللي رجعت لنا دي خلاص طيب Alexa says the return and the allowance transaction file بنيجي نعمل file على الكمبيوتر يا جماعة او على السيستم بتاع المحاسبة خلاص بنسميه says return allowance الفايل ده بنيجي نحط فيه اي بضاعة رجعت لنا والكمية بقى اللي رجعت لنا وهكذا 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 بتيجي تعمل حاجة اسمها credit memo وحاجة اسمها sales return and allowance journal ايه الورقة اللي اسمها credit memo اه ال credit memo دي اسمها اه اشعار بالخصم يعني ايه credit memo اشعار بالخصم بسبب العربية كده يعني ايه credit memo قال لك credit memo دي هي عبارة عن indicates reduction in the amount due استنى يعني ايه انا كنت تبايع لك البضاعة بمئة الف جنيه ده اللي كان ليه عندك انا كان ليه عندك account receivable كم مئة الف انت خدت البضاعة مني لقيت فيه جزء منها boys الجزء اللي boys ده تلع بعشر تلاف جنيه فقولت لك خلاص ياعم ولا تزعل نفسك رجعه لي فانت رجعتلي البضاعة اللي بايز انا كان ليه منك او كان ليه عندك مئة الف جنيه ده لما كنت بيع الاف لأ انا كده هقلل اللي ليه عندك بالجزء اللي انت رجعته لي انت رجعتلي بدعه بكام بعشر تلاف يبقى هعمل مينوس عشر تلاف يبقى انا كده بقى لئيه عندك كم دلوقتي تسعين الجزء اللي انا قللته ده بنسميه credit memo انا عملت اختار للسيستم بتاعي انه انا هقلل الفلوس ده ليه عشان ترجعتلي البضاعة because of returned goods or an allowance it often take same general form as a sales invoice بيقولك شكل الورقة دي بيبقى غالبا زي شكل الفاتورة but it supports reductions in the accounts receivable احنا بنقلل بنقلل بيها accounts receivable خلاص بنيجي نعمل في نفس الخطوة دي حاجة تانية اسمها sales returns and allowances journal طيب ايه الجورنال دي قالك this is the journal used to record احنا الجورنال دي بنيجي نفتح جورنال كده عشان نسجل فيها كل البضاعة اللي رجعت لنا طيب it performs the same function as the sales journal ده بص لما بنيجي نفتح لما بنيجي نبيع بضاعة بنفتح sales journal تفكرين الجورنال حاجة شبه هكده ولما برضو البضاعة ترجع لنا بنيجي نفتح لها sales and return journal قالك many companies record these transactions in the sales journal rather than a separate journal يعني بيقولك في بعض الشركات بدل ما تيجي تعمل جدول منفصل للمباعات وقدول منفصل للمرتجعات بندمجهم مع بعض بيعنا رجعنا نكتب تحتيها بقنا رجع لنا نكتب تحتيها وهكذا خلاص كده احنا خلصنا الخطوة الخمسة نراجع اول خطوة عملناها هي ايه اول خطوة تتلمت طلبك اتنين شفت عندي كف ولا لا تلاتة شفت هتقدر تدفع ولا لا اربعة بعدتلك البضاعة خمسة شفت انت هترجع بضاعة ولا لا رقم ستة رقم ستة دلوقتي جي معادي فلوس انا صبر عليك بالي كتير تعال بقى نشوف رقم ستة رقم ستة بتقولك بيلينج كاستمرز ان ريكوردينج سيلز بيلينج كاستمرز معناها ان انا هعمل لك بقى فاطورتك وهبدأ اسجل السيلز ركس معي بيلينج كاستمرز از مينز باي ويتش زا كاستمرز از انفورمد افزا ماونت ديو فور زا جودز يعني ايه بيقولك معنى ان انا هعمل لك الفاتورة ده معناها ان حضرتك بقى عرفت انت عليك كام بالزبط it must be done correctly on a timely basis لازم اعرف كل شوية العميل بتاعي هو عليه كام ازاي انا بعتلك بضعب مئة الف انت بعد اسبوعين ثلاثة سددتلي عشرين يبقى هبعتلك عالاميل بتاعك غالبا اقولك تمانين الف لسه عليك سددتلي بعديهم بكم شهر او بكم اسبوع تلاتين الف هقولك لسه عليك خمسين واحد كزا on timely basis قالك the most important aspects of billing are من اهم الحاجات اللي احنا بنيجي نعمل عشانها الفواتير او بنيجي نخترك عشان all shipments made have been billed احنا بنيجي نعمل الخطوات دي ليه عشان نتأكد ان احنا كشركة ان كل البضاعة اللي مفروض نبعتها بعتناها خلاص شحناها خلاص يعني احنا بنتأكد من ايه من ان البضاعة كلها خلاص كانت اتباعت او اتشحنت ولق خلاص يبقى انا متأكد ان ال completeness فاكرين الحاجة اللي احنا خدناها قبل كده completeness انت عايز تتأكد ان البضاعة كاملة اتشحنت ولق خلاص طيب وكمان ان مفيش no shipment have been billed have been billed more than once خلي بالك بقى الشركات دور ولاد لازينا ممكن ممكن نفس ال order يعملوا ليه اكتر من فاتورة عشان يضربوا فواتير على الفاضي فبالتالي يزودوا الارباح فانا كمراجع لازم افهم من حتة دي ان اشوف هو ال order ده اتعملوا فاتورة واحدة ولا اكتر من فاتورة عشان يزودوا مباعتهم يبقى انا بعمل هنا ايه بتأكد من حاجة اسمها occurrence ان الفاتورة حصلت مرة ولا اكتر من مرة ده معنى كلمة occurrence حدوث طيب ان H1 حتى اخر حاجة بقى ان كل فاتورة اتعمل لها ال proper amount يعني ال proper amount انا كمراجع بقى بتأكد ان الفاتورة دي مكتوب عليها المبلغ الصحيح ولا مزودين في المبلغ عشان يزودوا المبيعات يبقى انا بتأكد هنا من ضقة الفاتورة اللي هي يبقى انا بتأكد اول خطوة من ال completeness ان كل ال shipments حصلت ولا لا تاني حاجة بتأكد ان كل عملية بيع حصلها اكتر من فاتورة ولا يبقى بتأكد هنا من حدوث وفي اخر حاجة بتأكد ان كل فاتورة تسجلت بالرقم الصح ولا غلط يبقى بتأكد هنا من الضقة طيب تعال نشوف الخطوات اللي احنا نيجي نعملها بعد كده في الحتة دي بنيجي نعمل documents clear في مرحلة البالينج بنيجي نعمل اكتر من حاجة الله يخليك ركز معا في الحتة دي بص احنا بنيجي نعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة بنيجي نعمل ستة حاجات هنا سواء بقى على الكمبيوتر سواء بقى على manual احنا بنيجي نعمل six documents هنا اول حاجة بنيجي نعملها sales invoice sales invoice دي يا جماعة اللي هي الفاتورة الفاتورة طيب تعالوا يرى sales invoice sales invoice is a document or electronic record or electronic record indicating the description خلي بالك بقى ال invoice بيبقى فيها ايه ركز معايا ال invoice بيبقى فيها وصف البضاعة والكمية اللي احنا بعناها وخلي بالك السعر ومصاريف الشحن والتأمين خلي بالك مصر ومثلا مصر لما تيجي او اي شركة في مصر بتيجي تستورد بضاعة بتستوردها عن طريق مثلا البحر بتجينا عن طريق البحر فمن الوارد ان السفن دي تغرق فبنأمن على البضاعة دي دي بنسميها insurance and terms terms اللي هي الشروط يعني ايه الشروط مثلا انا بيجي اقولك خلي بالك ان البضاعة دي لو بايزة ممكن ترجعها لي في 14 يوم اكتر من 14 يوم لا خلاص مش هكسبت طيب واي بقى معلومات تانية اقولك تاني ان sales invoice هو method of indicating هي طريقة بنقول بيها للكاستمر ان حضرتك عليك قد ايه وهتدفعهم امتى وقالك ان اي فاتورة بنيجي نعمل منها كذا نسخة الكمبنز سينت زا اوريجنال بنبعت اصل الفاتورة للعميل وبنحط اكتر من copy عندنا في الشركة دي اول حاجة بنيجي تعملها هنا كdocument في الخطوة اللي هي بتاعت البالنج رقم 6 بنيجي نعمل بقى حاجة اسمها sales transaction file بصوا شباب اي حاجة جنبيها كلمة file غالبا بتبقى على الكمبيوتر او السيستم بتاع الشركة فبيقولك sales file او sales transaction file من اسمه هو فايل بنحط فيه كل عمليات البيع اللي احنا عملناها طيب this is a computer generated file ده system الكمبيوتر هو اللي بيجي يعمل الفايل ده that indicates بنحط جوه الفايل بنحط جوه الملف ده ايه all sales transactions by accounting system for a period احنا بنيجي نسجل فيه عمليات السيلز اللي احنا عملناها سواء اسبوعيا او يوميا او شهريا على حسب بقى ما الشركة ماشية بنظام ايه قالك هي بت include all information enter the system and information for each transaction بنحط بقى كل المعلومات عن كل transaction عملناها بنحط فيها كمان اسم العميل التاريخ الكمية او سوري المبلغ اللي احنا لنا عنده account classification or classification sales person مين الشخص اللي باع وخدنا عمولة قد ايه وهكذا وبعد كده بيقولك the file can also indicate returns and allowances ويشوف برضو بنحط في الفايل ده ممكن نحط في الفايل ده هل فيه بدوعة رجعت لنا ولا بس خلاص طيب اللي بعديها بعد كلمة sales او بعد خطوة sales transaction file بنيجي نعمل خطوة كمان نيجي نعمل حاجة اسمها sales journal all lasting بص شباب انا عايز افهمك ايه الفرق ما بين كلمة file وكلمة journal الفايل ده جماعة بنيجي نعمله مثلا لكل شهر لكل شهر لكل شهر لكل شهر احنا عملنا per month فلما بنيجي نجمع الفايلز كلها في مكان واحد لما بنيجي نجمع كل الفايلات في مكان واحد المكان اللي احنا بنجمع فيه كل الفايلات بتاعت كل شهر بنسميه list or journal يبقى list or journal هو عبارة عن مجموعة من الفايلز فبنيجي نعمل حاجة اسمها sales journal or listing هو اللاستنج ده بنجمع فيه كل الفايلات اللي احنا عملناها على مدار الشهور او الاسابية فبيقول لحضرتك هنا ايه اهو بيقول لك هنا this is a lasting or report الريبورت ده او اللاستنج ده بنعمله منين بنعمله من الفايلات generated from the sales transaction and that typically include the customer name date كل الكلام ده خلاص it also identifies whether the sales was for each cash or account بنيجي نوضح هنا بقى هل المابعات دي كانت cash ولا on account حتى بقى اللي جاية دي the journal or listing is usually for a month but can cover any period of time typically the journal or listing includes total of every account number for the time period يعني ايه بقى واحد هيجي قولي انت بتيجي تعمل month والفايل month لأ بالراحة عشان انت اكيد الحتة دي هتلغبطك لو انا بعمل الفايل مثلا الويك فلما اجي جمعهم كلهم هيبدوني انا مثلا الشهر في اربع سبية كل اسبوع عملت فايل 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 لما اجي جمع كل الفايلات دي هيديني journal برمانث طب لو اصلا انا كنت اعمل الفايلات دي برمانث لما اجمع هالي هيديني journal للسنة كلها خلاص قالك the same transactions included in the journal or listing are also posted نفس اللي حاجة هنا بيحطها هنا خلاص بس بعد كده عندنا حاجة اسمها account receivable master file master file ده معناها حاجة اساسية master account receivable master file ده نحط في ايه تعال نشوف قالك قلت لك كلمة فايل يبقى computer قالك this is a computer file used to record in individual sales بنيجي نحط في الفايل ده ال individual sales المبيعات لكل شخص بعناله لكل عميل ونشوف cash receipts الفلوس اللي جات لنا ونشوف sales return and allowances طيب قالك الماستر فايل بيحصل له update هو اسمه ايه account receivable sales فبيقول لك هنا ايه الماستر فايل is updated from the sales and the sales return and the cash transaction file يبقى الماستر فايل ده اللي هو بتاع ال account receivable بيحصل له update من sales والكاش والكلام ده قالك the total of individual account balance in the master file equal the total balance of accounts receivable and the general leader فاكريني general leader اللي هو t account هو بيقول لك اخر رقم اخر رقم في t account لازم يكون equal balance in the master file اخر رقم في accounts receivable ما هو هو اللازم يكون موجود في الماستر فايل بتاع ال account receivable لازم يكون equal بعض ما ده فلوس ليه عند الناس والتي account دي هي الفلوس اللي عند الناس لازم الاثنين يبقوا ايه equal بعض طيب بس هو بدي لك بقى معلومات زيادة مش مهم طيب ده ملخص account receivable master file بعد ما بنيجي نعمل master file لل account receivable بنيجي نعمل ايه بقى account receivable aged trial balance ده بنسميه aging schedule account receivable aging trial balance هو عبارة عن بنحدد احنا لينا كام عند كل عميل واللي لينا ده هنحصله امتى aging يعني بنحط لتاريخ خلاص المدة اللي احنا ممكن نحصل او الايام اللي احنا هنحصل فيها الفلوس اللي لينا عند الناس تعالوا يرى account receivable aging trial balance this is last or report shows the amount receivable from each customer at a point in time يبقى احنا هنا في age trial balance احنا بنشوف احنا كل واحد كل customer لينا عنده كام وهنحصلهم امتى خلاص يعني مثلا بيبقى شكله ازاي هوليك شكل ده دي عندنا واحد بيعلانه بضع اسمه M واحد اسمه X واحد اسمه Z M ده احنا لينا عنده 60 X ده لينا عنده 40 Z ده لينا عنده 30 احنا بنيجي نكتب هنا بقى الوقت احنا متوقعين ان الستين دي هنحصلها من خلال 30 لستين يوم الاربعين دي هنحصلها من 60 لتسعين يوم الاربعين دي هنحصلها من 60 لتسعين يوم التلاتين الاخير دي من 90 ل120 يوم ده بنسميه aging schedule او aging trial balance طيب it is prepared طب بنعمله ازاي ده بنعمله من master file من اللي قابليها بس كده خاص وبنحط فيها الايام ده اللي عايز اتعرفه اخر حاجة بنيجي نعمل حاجة اسمها monthly statement تقارير شهرية او قوائم شهرية القوائم الشهرية دي هي عبارة عن ايه this is a document هو عبارة عن وثيقة احنا كشركة بنبعثها للعملة بتاعنا عشان نفكرهم بمواعيد الدفع وعليهم كامل monthly statement هي is document sent by email لكل customer بنفكره بيها هو كان في الاول كان عليه كام ودلوقتي بقى عليه كام احنا كنا شارعين بقى عليه بضاعة بمية الف دلوقتي هو سدد منهم بضاعة مثلا سدد عشرين يبقى احنا عايزين منه دلوقتي تمانين ولازم نبعث له الفلوس اللي لينا عنده وكل شوية الكلام ده نفكره بيه خلاص طب monthly statement دي بنيجي نعملها ازاي قالك it is a copy of customer portion of accounts receivable master file المونسل statement دي بنيجي نعملها من master file من الماستر فايل ده اصلا مش ده الماستر فايل ده بنبقى حاطين فيه كل عميل باسمه محمد لينا عنده كام مية الف وكان في البداية كان لينا عنده مية وعشرين احنا بنجي ناخد المية الف دي بنبعتها له في المونسل statement نفكره نقول له خلي ما لك انترس عليك مية الف جنيه دي الخطوات اللي احنا بنيجي نعملها طيب دلوقتي احنا بيعنا البضاعة خلي بالك عمليات بيع البضاعة انتهت احنا كنا بنتكلم عن business functions الخطوات اللي احنا بنيجي نعملها عشان نبيع ال product احنا بيعنا ال product وسجلنا اللي احنا لينا عند الراجل فلوس دي اخر خطوة ان احنا سجلنا ان احنا لينا فلوس دلوقتي يا تارا جي معنا ايه بقى التحصيل الكاش بقى تاني حاجة هنيجي نتكلم عليها التحصيل الكاش receipts الخطوات ايه تبقى معي الخطوات اللي بتعملها الشركة عشان تسجل ان هي حصلت الفلوس خلاص هو اوعى تنسى احنا بنتعلم كل ده ليه احنا بنتعلم كل ده عشان نفتكر او نشوف احنا كمراجعين هنراجع عليه ازاي لو انا مش عارف الخطوات دي كلها كمراجع مش عارف هنراجع عليها صح طيب تعالا نشوف بقى ازاي الشركة بتيجي تحصل اللي ليها عند الناس او تسجل الفلوس اللي هي حصلتها الكاش receipts قالك receiving او depositing and recording cash receipts are all of the part processing and recording of cash receipts قالك كل الكلام ده احنا بنيجي نسجله في خطوة او بنيجي مثلا خدنا فلوس او العميل ادى علينا فلوس في الحساب whatever كل الكلام ده بنسميه خط واسمائي cash receipts طيب قالك currency and the checks are both examples of cash يعني يعني لو الراجل ادى لنا فلوس نقديا او ادى لنا شيك هي هي كأننا اخدنا الفلوس كاش خلاص طيب قالك probability او خلي بالك معاني الحتة دي بقى جاي مهم قوي probability of theft is impossible fraud risk يعني ايه بقى انا عندي شركة الشركة دي بيبقى فيها موظف هو اللي مسؤول عن تحصيل اللي لايه عند الناس الموظف ده جماعة ممكن يكون حرامي اللي هو بيحصل صح مش ممكن الراجل اللي واقف بيحصل اللي لايه عند الناس يقولك انا حصلت مئة الف وهو في الواقع حصل مئة وعشرين وضرب عشرين الف يجنيف جيبه اه يبقى هنا في ريسك في ريسك اسمه fraud risk غش ممكن الراجل اللي شغال معايا يغشني يبقى بيقولك هنا The probability of theft انا ممكن اتسرق ده بنسميها fraud risk ركز بقى معايا في حاجة هنا بنسميها scamming كلمة scamming بنسميها اسم تاني fraudulent theft كلمة scamming دي معناها بالعربي اختلاس ايه؟ اختلاس انا عايز اعرف يعني scamming او fraudulent risk او fraudulent theft ناسف تعال نقره التعريف عشان التعريف ده مهم قوي 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 قالك is a type of theft الاختلاص ده هو نوع من السرق that occurs هو بيحصل before the receipt خلي بالك من كلمة before 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 the receipt are placed into the system يعني ايه؟ الاختلاص ده هو عبارة عن الموظف يجي يسرق الكاش اللي حصله قبل ما يسجل على السيستم ان احنا حصلنا يعني ايه؟ الشركة لها عندك 100000 جنيه فالشركة اتصلت بك يا ابني هات المئة ألف جنيه فانت رحت للشركة انتهو اللي عليك الفلوس طيب قابلت موظف قابلت موظف في الشركة ايه دي الموظف فقلت له على فاكرة انا علي عليكم مئة ألف جنيه فالموظف قالك شرفتني فاندب هات اللي عليك فانتدت له المئة ألف جنيه فالموظف بدل ما ياخد المئة ألف جنيه دي يحطها في خزنة الشركة ويسجل على السيستم ان انت دفعت اللي عليك لا حطوهم في جيبه يبقى هو خد الفلوس قبل ما يسجل على السيستم ان انت دفعت العملية دي بنسميها سرقة لا بنسميها اختلاص الاختلاص هو عبارة عن ان انا اخد الفلوس قبل ما سجل ان انت دفعت طيب قالك السرقة او الاختلاص قبل ما سجل قالك ان الاختلاص ده من اهم المشاكل اللي بيخلي ان يخلي الكاش بش بقيمته الصحيحة ده معنى كلمة كاش يخلي يخلي فيه اقتلاعو في الكاش خلاص؟ طيب السكامينج فرود is a type of white color crime احنا عايزين نعرف يعنيه white color crime الwhite color crime دي يا شباب معناها سرقة حصلت من شخص وضعه الاجتماعي عالي غالبا اللي بيختلص فلوس ده بتلاقيه شخص مهم شخص مهم في الشركة ليه مسئوليات كتير وضعه الاجتماعي عالي بتلاقيه حصله دروب كده فهو عايز يمنتين او يحافظ على نفسه وضعه الاجتماعي فبيسرق فبيختلص يعني ايه white color crime هي جريمة حصلت من شخص وضعه الاجتماعي عالي وهو بيسرق مش بغرض الازية بغرض ان هو عايز يحافظ على نفس المستوية عايز يبقى معه فلوس كتير اكتر واكتر فيه عكس white color crime فيه حاجة اسمها black color crime ال black color crime ده هو مش سرقة فلوس هو انا هسرق الشخص ده وهقتله او يعني هي crime يعني جريمة قتل جريمة مش عارف خطف وهكذا لكن white color crime هو عبارة عن ان انا بسرق عشان يبقى معي فلوس خلاص مش قازية ده معانا هي ان انا بيجي اخد الكاش قبل ما نيجي نحط السيستم او ان السيستم يسجل ان احنا حصلنا الفلوس خلاص scamming بيقولك scamming is an off book يعني ايه يعني ما بيكونش بيتسجل في الدفاتر بتاعت الشركة عشان لسه اصلا الدفاتر ما عارفتش ان الفلوس دي تحصلت نفس الكلام ده بيعيده تالي ده معنى كلمة ايه scamming بتيجي تعملها الشركة لما تيجي تسجل ان هي حصلت الفلوس اللي هي عند الناس بتيجي تعمل اكتر من خطوة اول حاجة حاجة اسمها remittance advice طيب احنا عايزين نعرف يعني ايه remittance advice remittance advice ده هو عبارة عن اختار اسمه بالعربي اختار بالسداد يعني ايه اختار بالسداد هو عبارة عن ان ال customer بتاعي يبعتلي ورقة سواء بقى على الاميل او يبعتلي ورقة يقول لي خلي بالك انت كنت عايز مني فلوس انا سددتها خلاص ده بنتسميه remittance advice remittance advice هو عبارة عن is a document sent by customer مين اللي بيبعتها لي العميل بيبعتها للشركة to the seller السلر السلر هو الشركة بيقول لي ايه العميل ده بيقول للسلر اللي هو الشركة ان الفلوس بتاعت الفاتورة has been paid خلاص طيب بعد كده بنيجي نعمل احنا كشركة بقى بنيجي نعمل حاجة اسمها cash receipts transaction file بنيجي نعمل file و track file يعني computer بنيجي نعمل file على الكمبيوتر بنسجل فيه الكاش اللي احنا حصلناه من الناس خلاص alex this is a computer generated file includes all the cash receipts بنسجل فيه كل الفلوس اللي احنا حصلناه خلاص for a period such as day week or month فاكرين sales transaction file كنا بنيجي نعملو يومين اسبوعين شهرين برضو نفس الكلام الكاش receipts non direction file بنيجي نعملو day or week or month خلاص طيب بص اي file بيجي بعديه journal مجموعة من الفايلات دلوقتي هنيجي نعمل cash receipts journal or lasting اللاستنج ده جماعة هو عبارة عن ايه مجموعة من الفايلات احنا في الفايل عملنا file 1 2 3 في الفايل الاولاني عملناه للاسبوع الاول من الشهر اسبوع التاني من الشهر اسبوع التالت من الشهر وعملنا file الرابع للاسبوع الرابع سجلنا كل file فيها احنا بيعنا المين واسميهم ايه وككذا بنيجي نجمع كل دول بنحطهم في مكان واحد اسمه journal or listing بس دللي اخو بالكاش Alex this is a lasting or report is generated from the cash receipts transaction file and it includes all 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 a transaction for a time period تالت حاجة بتيجي تعملها الشركة حاجة اسمها pre-listing of cash receipts ال pre-listing of cash receipts بتحصل امتا؟ ركز الله يخليك انا في شركة بتبيع منتجاتها على موقع امازون وحضرتك العميل انت كعميل خلاص انت كعميل بتخش على الموقع بتشوف المنتجات اللي انت عايزة وبتشتريها وممكن تدفع بالcredit card بتاعتك هو انت لما بتيجي تدخل الكريدت كارد دي بتدخلها على موقع امازون فبتيجي تدفع ثمن البضاعة ثمن البضاعة مثلا الف جنيه هي الالف جنيه دي كلها بتاعت امازون؟ لا ما دي اصلا هتروح ترجعها للشركة يعني الفلوس دي بتاعت امازون؟ لا بس انت كعميل دفعت للشركة دي دفعت للشركة الوسيطة امازون بعد كده هتيجي تاخد جزء من الالف جنيه وتديه للشركة حق المنتج طيب الالف جنيه بتاعت امازون؟ لا في واحد اللي هو الشركة اسمها امازون دي استلمت فلوس لما بيبقى فيه شخص استلم فلوس بس الفلوس دي ميش بتاعته بيجي يعمل ورقة اسمها pre-lasting of cash receipts الورقة دي بنعملها ليه؟ ركز كده لما يكون فيه وسيط بيستلم فلوس بالنيابة عنك عن شركتك خلاص؟ قالك الورقة دي بنيجي نعملها لما يكون الكاش received by someone who has responsibility هو ملوش علاقة بتسجيل السيلز هو امازون هو اللي هتسجل عندها السيلز ولا السيلز دي تاعتنا؟ بتاعتنا خلاص؟ يبقى امازون ده هو وسيط بس فبيجي يعمل حاجة اسمها pre-listing of cash receipts عشان يسجل ان هو حصل بس الفلوس دي مش بتاعته هتبقى بتاعتي انا بعد شوية طيب فهو شركة امازون غالبا بتيجي تبعتلي الفلوس عن طريق بقى البنك او عن طريق حاجة اسمها electronic fund transfer انها تحول لي الفلوس دي بقى على حسابي اللي في البنك او كذا لما بتيجي الشركة تحول لي الفلوس دي من ساميها ايه؟ electronic fund transfer EFT خلاص؟ طيب بعد كده احنا حصلنا الفلوس اللي لينا عند الناس احنا بيعنا وحصلنا دلوقتي هانيجي نتكلم عن business functions related to accounts receivable ايه هي accounts receivable الفلوس اللي هي عندك خلاص؟ طيب ايه الخطوات اللي هي بتعملها الشركة اللي متعلقة بالفلوس اللي هي عند الناس؟ ركز كده معي قالك the accessibility خلاص احنا فضلنا خطوتين بساط جده the accessibility to accounts receivable records imply the ability to directly make transaction to modify them يعني ايه؟ بالروح انا كاللي هي عندك مية وخمسين الف حضرتك لسه مديني في الخطوة اللي فاتت كاش مية الف يبقى انا لازم اعمل update للفلوس اللي ليه عندك اخليها بكام؟ خمسين بس ما انا كالليه عندك مية وخمسين انت ديتلي منهم مية يبقى انا ليه دلوقتي عندك كام؟ خمسين فبيقولك هنا ايه؟ the account receivable records employ the ability to directly make transaction or to modify them لازم اعمل لها modification تعديل حلاص بقى؟ سواء بقى ان هو مثلا فلوس اتحولتلي سواء ان فلوس فيه بدوعة رجعت فهتأثر على accounts receivable او ان انا اصلا مش هحصل الفلوس اللي ليه عندك فهيجا هلغيها write off يعني هتلغي ان انا ليه عندك مية وخمسين ليه؟ ان حضرتك سلفتك الفلوس عملا تسيب بك انت فين انت فين ربطة برد بلد يبقى المية وخمسين دي اش هاخدها طيب بص بقى قال لك البرسونال خلي بالك الحتة دي جاية دي عشان الحتة جاية دي internal control عشان تحافظ على نظام رقابة الداخلية تاعتك انت كشركة قال لك الشخص اللي عنده القدرة ان هو يعمل يبقى عنده السلطة اللي عنده القدرة ان هو يخش على الفايل ما انتفقنا احنا بنتكلم هنا ان كل الفايل دي على الكمبيوتر لو في شخص لو الشخص ده هو عنده القدرة ان هو يخش على الفايل اللي بتسجل فيه الفلوس اللي ليك عند الناس وهو هو نفس الشخص عنده القدرة اللي هو يخش على الفايل بتاع الكاش تأكد ان الشخص ده لو هو عايز يسرق هيسرق ليه؟ انا شخص كشركة ما فصلتش مهام مش انا علمتك حاجة اسمها انت خليتني انا كموظف في الشركة عندي القدرة ان انا ليا الصلاحية ان انا خش على الفلوس اللي ليك عند الناس وعلى الكاش اللي احنا بنحصل طيب لو انا عايز بقى اسرق الشركة دي اعمل ايه؟ احصل من الناس الفلوس وخش عند الاكاونت رسيفبل اسجل ان هي حصلها رايت اف يعني اتلغت اصل ده احنا ما حصلناش من العميل فلوس العميل ما ردش علينا وما عارفناش تحصل من الفلوس بس انا في الواقع انا خدت الفلوس دي وسجلتها كاش او خدتها ليه انا ككاش ما تسجلتش في الشركة انا عملت فيك كده ليه؟ عشان انا موظف حضرتك ما فصلتش ما بين مهامي انت اديتني اكتر من صلاحية فاعرف تسرقك كويس خلاص؟ طيب بعد كده بيقولك انا ايه؟ اخر حاجة طبعا بيقولك كلام كده ملوش اي لازمة بعد كده بيقولك يفضل 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 زي ما تكون بتعمل فايلات على الكمبيوتر يكون ليها دفاتر مانيولي خلاص؟ او مش ليه دفاتر مانيولي بس على اقل تخلي باكب يعني ايه؟ نسخة احتياطية من الفايلز دي خلاص؟ طيب دي اللي احنا عايزين نتكلام عليه اخر حاجة ايه الترانزاكشنز اللي ليه علاقة بالبدت؟ البدت دي اخر حاجة عندنا يعني ايه بدت؟ انا بيعتلك البضاعة خلاص؟ وبعد كده سجلت الكاش بعد كده شفت الاكاونت رسيفه اللي بيبقى ايه عليك انا ليه عندي او ليه عندك قد ايه؟ دلوقتي هشوف افرد العميل اللي انا بيعطل له البضاعة ده مدنيش فلوسي يبقى انا هروح اعمل حاجة اسمها bad debt expense اسجل ان دي ديون معدومة ليه؟ هلغيها مش هحصلها الفلوس رحت عليها طيب ركز معايا كده ايه الخطوات اللي بتعملها الشركة اللي متعلقة بالbad debts الديون المعدومة قالك الكمبنز ماست ريبورت لازم تعمل تقرير عن ال bad debts expense الفلوس اللي هي بنسبة 100% اتأكدنا نحن مش هنحصلها for the amount they don't anticipate to collect خلاص؟ انا قلت لك متوقع ان انا مش هحصلها بنسبة 100% خلاص رحت عليها قالك The majority of businesses اغلب الشركات بتريكورد this transaction at the end of each month or quarter قورتر اللي هو كل 3 شهور احنا بنيجي نعمل الكلام ده كل شهر او كل 3 شهور بنشوف احنا مش هنحصل كام ونسجله هكذا بغض النظر of credit department some clients don't pay their debts قالك حتى لو انت عندك credit department shorter انت ممكن برضو غصبا عنك تسلف فلوس لحد والحد ده ميدفعلكش خلاص ده على حسن طب لو انت الحد ده خد منك البضاعة ومحسبكش عليها ومش عارف تاخد منه الفلوس تاني يبقى انت لازم تعمل حاجة اسمها write off تلغي الديون او تلغي الفلوس الليك عنده فبتيجي عشان تلغي الفلوس الليك عنده بتيجي تعمل ورقة اسمها write off authorization اسمها ايه write off authorization هو عبارة عن ورقة بيجي يعملها المحاسب اللي في الشركة بيعملها المديره بيعملها لمدير الحسابات يقول له يا مدير الحسابات احنا حاولنا نحصل من الرجل الفلوس بس الرجل ده مبيردش علينا مش عارفين ناخد معاه ولا حق ولا باطل الفلوس دي انا متأكد برسبت 100% ان احنا مش هنحصلها فالورقة دي مين اللي بيعملها المحاسب بيبعثها لمديره ليه عشان مديره يمضي عليها اصلا المحاسب ده ما عنده السلطة الكافية ان هو يلغي الفلوس اللي لنا عنده ناس كده هو مش مدير الشركة هو الورقة اللي هو بيعملها للحد اعلى منه عشان يدي له الصلاحية ان هو يلغي الفلوس اللي لنا عنده نسميها write off authorization يعني write off authorization هو عبارة عن document grant permission هو المحاسب بياخد المحاسب بياخد المحاسب خلاص for uncollectable account to be written off للفلوس اللي احنا مش هنحصلها ان احنا نرغيها خلاص بياخد المحاسب او بياخد الصلاحية من مين من مديره انا كده خلصت على فكرة انا ربطت لك ثلاث محاضرات ببعض وده الطريقة الصحيحة المفروض يتدرس بيها الجزء ده خلاص انا منفعش ادي لك steps من غير ما ادي لك documents اللي تتعامل فيها فانا ربطت لك الكلام ببعض كده احنا خلصنا جزء كبير جدا اكتشي احنا خلصنا chapter 2 كله خلاص اتمنى تكون انت فهمت واتمنى ان انت تذكر اللي احنا شرحنا ده مش جزء قليل ده chapter تقريبا كامل خلاص فاضل حتة بسيطة فيه وخلاص الجزء اللي جاي بقى هنجي نكمل بقيت ان شاء الله المنهنج نشوفك على خير بإذن الله